مستقبل حزب مستقبل وطن شارك في مبادرة كلنا واحد ترحاها في دائرة الساحل المشاركة في توفير المستلزمات الدراسية وعرض زي الدراسة والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن المتناولة في الأسواق وتكون موجودة في جميع أنحاء الجمهورية وده تزامونا مع بدء العام الدراسي الجديد وده يمكن استجابة سريعة للمبادرة اللي كان اطلقتها اطلقها لواء محمود توفيق وزير الداخلية ووزارة الداخلية ده كان الحقيقة جاي على هامش اقتراب مناسبة العام الدراسي الجديد طبعا والأسعار احنا عارفين ان هي عالية أسعار السابليز كنا لسه بنكلم ان بارح ومستلزمات الأطفال وبالتالي فكرة انه في هنا مبادرات خاصة عندي أو حتى الوزارات الحكومية لما هي بتقوم بعمل هذه المبادرات ده بيوفر بشكل كبير وبيساهم وبيساعد المواطن انه يقدر يحصل على الحاجات دي بأسعار منافسة جدا لأن الأسعار اللي موجودة فده هتلاقوها مخفضة عن اللي موجودة في الأسواق مستلزمات والأدوات الدراسية وما إلى ذلك وهتكون موجودة في مرحلة جديدة من مرحلة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية هتبقى اعتبارا من 1 نوفمبر لمدة شهر كامل وده بالتنسيق مع قطاعات كتيرة في الوزارة الحقيقة ومدريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية